أهلا وحبايا بشلونكم إن شاء الله تكونونوا بخير نكمل قصتنا اللي بأمريكا من رجعنا من أوهايو وعلى السيارة أعطوا على ابني فقلنا السيارة اللي هي بش اسمه جيب اللي أخير شي نذبت بالسكراب ندعمته هذي وهم هاي وذبت بالسكراب فوراها قال لي ماما تشتري لي سيارة قلت لي لا بعد هاي هي هاي سيارة العاشرة بعد أبد ما اشتريه وعندت وهذي قلت لي التاسة لا عدك دراسة ولا عدك شغل وبعد وسكت وبعدين مني لقي لك عد مثلا كلية جامعة وكلية يعني فد اختصاص يأجبك وهذي وتقدر تدرس روح أدرس بيسجل وبعدين نشتري سيارة ومهم هسا السيارة قال لي زيان أوكي فادي يوم من الأيام وخابرني قال لي ما معني صديقي عنده سيارات ويأجر سيارة رينتل فلاح أجر منه سيارة قلت لي ش يسوي بيها السيارة لا عدك شغل ولا عدك دراسة قال لي لا ما احتاج مثلا يعني اروح الصديق احتاج هذه واريد اشتغل بيها ليفت مثل أوبر ليفت قالوا يعني رأسا يعني قبلوني 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 وهاي قلت له والله أنا ما أنصحك بهالشي لأنت تريد تدرس همشي الدراسة هي كلها شغلاتي طايفة وهاي فقل لي لا ما يخالف يعني فترة قلت له كئفك براحتك فسجلوا هاي وجاب السيارة وقل لي قاني لحاشتغل يعني مو وقت كامل كل اليوم يشتغل مثلا فترة عتيتي مثلا الصبح شوية العصر شوية مدر شنو ففد يوم من الأيام يوم وين إله بيشتغل أوكي هو فورا يوم وين كان ابني تشبير جاي يمي وقاعدين دنيا مغربية ندقت الباب فتحت الباب قلولي بوليس قلت لهم شنو بوليس ش تريدون أقدر أساعدكم بشي بشان يقولون لا إحنا دار ريد نسئلش عن ابنك إيهاب قلت لهم إيش بي هو طلع راح داي يشتغل بالسيارة قالوا لي السيارة سئلوني السيارة ما لتلو يعني مأجرها قلت لهم مأجرها السيارة يعني هسا بالوقت الحاضر وقال لي أشتغل بيها وطلع يشتغل وما أدري بيه طبعا قبل شوية طلع يعني قبل هيتي مساعتين مو هواية وبعد على أساس يعني بداية الليل شوية وييجي فقالوا لا خابرنا وهو بخطر بس ليض البالت وهذه احنا أخذنا أخذنا رقم التليفون مالته هو حجة لأن أكو عصابة راد يردون يقتلوه مدري هو حجة شوية وبعد ينسكت احنا أخذنا رقم التليفون واخذنا يعني السيارة عرفنا السيارة شنو نوعه لأن رحنا على ابو الرينت وهذه يعني عرفنا شنو السيارة فإحنا إن شاء الله ندور عليه متعرفين عننا شي يعني متعرفين مخابر قبل ساعة ينطلع فأني كل جضل بالي وظليت قلقة وظليتها وما قدرت أنام ابني قال لي لا بظلين قلقة مع ما هو يجوز دي يشتغل بيها مثلا قال لأن ما اشتغل بالبداية شنو وصار الساعة لما وصل للمكان اللي بيبارك به أو فتش يجوز ساعة فيعني بعد ما ما اشتغلوا هاي لا يظلين قلقة جوز البوليس ما يدروني جوز هو خابر على فتش مثلا يعني زعجو هذي ما تعرفين إحنا مني خابر هو يلا نعرف والبوليس قالوا لي إحنا إذا أكو شي أي شي إحنا نخابر إن شاء الله قلت لهم أوكي وظليت قلقة طول الليل ما قدرت نام طبعا ساعة بالأربعة تقريبا نلغوب ش دق التليفون قلت يمكن هاي الشرطة هو ابني كان يقول ما ما أنا كلش نتب خطر وهذا قتلوني ثلاثة هي تصعد وبعد الساعة ما قدر أحتي مبين نقضان فدمر هل كان ما يقدر حتيحتي تعالوا علي رحنا جبنا قلت لشنو القصة قال أنا تواقف مبرك يجا وثلاثة قالوا لي وصلنا مكان قريب وهذي لأنني ما أروح لأماكن كلش بعيدة أو خارج يعني منطقتنا خارج مدينتنا لأنني موصيت أول ما أخذ السيارة فقال قال له لمكان قريب أول ما صعده شو واحد منهم دفع دفع ما يريد يعني يخلي هاي هو قعد بمكانه بلها كلش دفع وهذا فهو رأسا التليفون بيدي خابر للشرطة هو سبع هم قد يعني إجراءات سريعة خابر للشرطة وضعهم رقم تليفونه وأشخاص ثلاثة قال لهم بيقتلوني فهم بس هل شيء أرفوا ما أعرفوا هاي وأرفوا يعني السيارة شنو نوعها قال لهم سيارة نوعها هاي ورقمها هاي وهذا هو وتليفونه واسمه وهاي والأشخاص قال لهم تعرفهم ما أعرفهم ونسد التليفون قالوا وهيش بس حتى كلمتين ثلاثة ونسد الظاهر ضربوه أو فتشي أو صمه حلقة أو هاي فهو فعلا ضربوه هو بالسيارة على راسه وعلى وجهه وهو لكماعت ومدرش شنو وبهو بساعت وقال لهم أطلع بينا أقول لهم هنروح إحنا للمكسيك قالوا مش هنروح للمكسيك أنا ما روح للمكسيك وهذي وأمي ظلبالها وجسمها قال لهم ترى هسا نشمرك من السيارة أي فإسكت إحنا لحنروح للمنطقة وبعد ينعود وراها نروح للمكسيك عدنا يعني شغلة بالمكسيك الظاهر ما ندري سارق سراق مالسيارات عدهم فتشي يعني عصاب بواقين ما نعرف شنو ذول مجرمين متعلمين على الضرب والقتل والهذي فما ما يعرف شنو هو ولا يعرفهم ولا يستعرفهم قال لهم لحن نعرف صاحب السيارة أقول الشركة يا شركة صغيرة وهاي نعرفهم انت شعليك يا مو سيارتك ليش تتعرض نفسك لهاي فظلوا يضربون واخذوا الصحراء و هناك خيمة يقول حتى ما أدري وين بالضبط مكان بعيد وهذي وخيمة وموجودين اثنين بالخيمة فذولا قال لهم شنو قصة هذا ليش جبتوا ليش هقال لهم شدوا على الكرسي وظلوا يضربون به ومس يريد يحتي ضربوا إلى أن غم عالية من غم عالية ورا فترة يمكن ساعة ضلوا غم عالية فهم انطلقوا وراحوا بالسارة أخذوا السارة واحد منهم لهم قال لهم خلوا نقتله أحسن شي واحد قال لهم خليه هو يموت بعدين ذولا الاثنين اللي باقين بالخيمة اللي هم كانوا موجودين قالوا شنو ذولا ليش جايبي لهذا خطيئة وديبلونه ما ضربوا ولا سووا له أي شي راحوا بعيد ما يدري وين وهو مغمى عالية ظل مغمى عالية وهاي فالشرطة ظهر باتصالاتهم وخبرتهم والشرطة هنا كل الزيانين يعني رأسا يلقون الشخص وين ما يروح ويجيبوا يجيبوا ليسوي جريمة ويسوي شي المهم بعدين لقوهم يعني لقوهم ما دروا وين دا يروحون هي السيارة تبعوا السيارة وتبعوا فلقوهم تلاثة نفسهم التلاثة فتحققوا إياهم أول مرة ما اعترفوا فقالوا لهم ترنذبكم رأسا بالسجن وتخيسون بالسجن بعدين طبعا فش اسمه هاي هو كمل القصة أنا هسا ما أقدر أكمل لكم إياها إن شاء الله الفيديو القادم أكمل لكم القصة وإن شاء الله دع أجبكم الفيديو سيغلا اكو شير وعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر